السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درس جديد إذا كنتوا المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركت هذا الفيديو مع الأصدقاء لتعام الفائدة نتكلم في هذا الفيديو عن درس مهم وأساسي في اللغة الإنجليزية وهو صفات الملكية إذن صفات الملكية دائما تستخدم في اللغة المحكية والمكتوبة الشخص الذي يريد أن يطور من لغته ينتبع ويتابع معي نهاية الفيديو نشرح ما هي صفات الملكية ونعطى الكثير من الأمثلة كما نعلم لدينا سبع أنواع من الضمائر بحالة الفاعل يعني تأتي في بداية الجملة تكلمنا في فيديو سابق عنها الحب يرجع عليها أو راح يظهر لدينا في أعلى الفيديو يضغط على الرابط I, He, She, It, We, You, They إذن هذه الضمائر الفاعل يعني تأتي في بداية الجملة راح نتكلم ماذا يعني صفات ملكية ليس منها صفات ملكية بعد هذه الفكرة أولا ما هي الصفات الملكية؟ كما قلنا سبع ضمائر يعني يقابلها سبع صفات ملكية I نستخدم معها صفات ملكية He, 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 It, 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 We, Our, You, Your, They, Their إذن تبصم بصم سبع ضمائر بحالة الفاعل يعني في بداية الجملة نستخدم معاها سبع ضمائر بحالة الملكية يعني ملكيتي أو ملكيته وهكذا راح نشوف إذن I My He His She Her It It's We Our You Your They Their My His Her It's Our You There مثلا لدينا الاسم Car نريد أن نقول سيارة حمراء Red Car دائما الصفة تأتي قبل الموصوف Red يعني صفة يعني ميزة لو قلنا بس Car سيارة ما حددنا أي لون لكن إذا أردنا نستخدم صفة نضعها قبل الموصوف Red Car سيارة حمراء لا نقول Car Red هذا خطأ صفة إذن الصفة دائما تأتي قبل الموصوف الصفة يعني ميزة نريد أن نقول سيارة كبيرة Big Car سيارة كبيرة لا نقول Car Big أيضا هذا خطأ إذن Big أيضا صفة وين أتت قبل الموصوف أيضا هذه الصفات الملكية أين تأتي أيضا تأتي قبل الإسم يأتي بعدها إسم لذلك سميناها Possessive Adjective صفات ملكية لأنها مباشرة بعد هذه الصفة يأتي هنا إسم إذن صفة ملكية يأتي بعدها إسم مثل عندنا Car لاحظين إسم الصفة الملكية تأتي قبلها نعيد ونكرر الصفة الملكية لماذا لأنها لأنه يأتي بعدها إسم وهي تأتي قبل الإسم لذلك سمت صفات ملكية لأنه تعود لشخص ما لي أو لك أو لهم وهكذا كمان قلنا تأتي قبل الإسم مثل عندنا الإسم سيارة اسمها سيارة نقول My Car سيارتي يعني لي كمان نعلم Car سيارة عندما نقول My car سيارتي إذن تصبح هكذا يعني هلية يقابلها My يعني My يعني لي عندما نقول His car سيارته يعني له إذن ملكيته Her car سيارتها يعني لها لو كان لدينا غير الإنسان نقول It's It's car سيارته وسيارتها يعني له ولها لغير العقل يعني غير الإنسان الحين يعطون كلب أو قطة أو إلى آخر الحيوانات يعطونهم سيارة صغيرة يركبون وهكذا ممكن الشخص يقول كيف يعني غير الإنسان يكون له سيارة It's car إذن مع الحيوانات والأشياء نستخدم It's Our car سيارتنا إذن يعني لنا Your car لها خمس ترجمات عندما نقول Your car سيارت Wine يعني لك أيضا الحسب المخاطب Your car سيارت ك يعني لك هذا إذا كان مفرد إذا كان اثنين نقول Your car سيارت كما يعني لكما إذا كان جمع مذكر Your car سيارت كم يعني لكم إذا كان جمع مؤنف Your car سيارت كن يعني لكن على حسب الشخص اللي اتكلم معه او المخاطر نقول their car their car سيارتهم يعني لهم او اثنين their car سيارتهما يعني لهما اذا كان جمع اناث نقول their car يعني لهن يعني سيارتهن اذا بهذا الشكل لاحظ ممكن نغير car house school وهكذا من الاسماء لكن نحن نعطي مثال واحد لكي تصبح الصورة واضحة لاحظ جميع هذه الصفات اتت قبل الاسم لذلك كما قلنا نسميها صفات ملكية لان الصفة بالانجليز تأتي قبل الموصوف اذا نحفظها بشكل بصم ايضا كيف استخدمها طبعا اللي اعرف الضمارة بحالة الفاعل ترجمتهم بشكل سهل يعرف ترجمة الصفات الملكية مثل اي انا يعني لي هي هو له وهكذا فقط تعرف انه my his hair its our you there انه يأتي بعدها اسم لكن المجموعة هذه درسناها قبل يأتي بعدها فعل لدينا هذا المثال i have a house يعني انا عندي منزل او انا لدي منزل اريد ان اقول منزلي كبير لا اقول i house is big هذا خطأ اذا استخدم استخدم صفة ملكية اقول my house is big منزلي كبير لاحظ house منزل my house اصبحت منزلي يعني منزلي يكون كبير اذا بهذا الشكل لاحظ لا اقول a my house لانه صار معرفة مجرد ما اضفت صفة ملكية اصبح معرفة لا نحتاج لي a a كما انا علم نكرة غير معروف المنزل هذا كبير صغير وسط احمر ابيع ما نعرف عندما قلت او عندما اضفت my اصبح معرف لذلك لا نحتاج لي a my house is big منزلي يكون كبير او منزلي كبير you have you have a book يعني انت لديك او عندك كتاب نريد ان نقول كتابك جديد your book اذا كتابك نفس الحالة بدل احذفناها وضعنا صفة ملكية your book is new كتابك جديد اذا you have a book انت عندك كتاب او لديك كتاب your book is new كتابك جديد مثلا they have a cat هم لديهم قطة نريد ان نقول قطتهم نستخدم صفة ملكية نقول their cat يعني قطتهم is white قطتهم بيضاء لاحظ their cat is white قطتهم تكون بيضاء she has she has a bag هي لديها حقيبة او عندها حقيبة ايضا نقول her bag حقيبتها يعني ملكيتها اذا ما عاشي نستخدم her her bag is nice حقيبتها تكون جميلة او حقيبتها جميلة لاحظ دائما بعد الصفات الملكية نستخدم بعدها اسم كما قلنا نسميها صفة لماذا لا تأتي قبل الاسم يعني تعطي ميزة ميزة الاسم لاحظ عندما اكتب جملة دائما بداية الجملة يكون حرف كبير والضمير i اينما وجد لا استطيع نكتبه بهذا شكل حرف صغير هذا خطأ دائما الضمير i اينما كبير ايضا لاحظ ماي بيكون ابدأ جملة دائما بحرف كبير وانهيها بفلسوب بنقطة ايضا نيو لاحظ اذا يكون عندنا حرف كبير ايضا هنا بيكون عندنا حرف كبير دائما they ايضا بيكون عندنا t حرف كبير اذا لا تكتب t small letter اذا هذا حرف t small letter بين t capital بيكون عندنا t بهذا الشكل يعني اذا كان زيادة بيكون حرف صغير وايضا s ايضا يكون حرف كبير ايضا h بيكون حرف كبير دائما ابدأ جملة بحرف كبير لا اكتب بهذا الشكل ه يعني h small letter اذا هذا خطأ اذا دائما بيكون عندنا ايضا انهي جملة بنقطة ننتبه لهذه الملاحظات عندما تكتب جملة اذا دائما ابدأ بحرف كبير واين ما وجد ضمير i دائما اكتب حرف كبير لا تكتب حرف صغير لا تقول بهذا الشكل مثلا انا اكون تكتب i am اذا هذا خطأ i يجب ان تكون دائما حرف كبير بهذا الشكل بهذا الشكل انهي درسنا لهذا اليوم تكلنا فيه عن صفات الملكية في اللغة الانجليزية كما قلنا يأتي بعدها اسم يعني تأتي قبل الاسماء لذلك ثمية صفة وملكية لانه لك ولك ولكم كما قلنا من المهم جدا معرفتهم بشكل بصم لدينا سبع صفات ملكية اتمنى اقدم شيء الفائدة اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا اشترك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركت هذا الفيديو مع الاصدقاء وضع لأكل الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته